يأتي هذا فيما جددت وزارة الصحة تأكيد على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصدرة من الجهات الرسمية لتجنب زيادة الانتشار وارتفاع عدد الحالات القائمة بفيروس كورونا مسؤولية كبيرة تقع على عاتق كل مواطن ومقيم من خلال مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإرشادات الوقائية فهم المساهمون المباشرون باحتواء ومنع انتشار بيروس كورونا لحفظ صحة وسلامة المجتمع من خلال تعليمات بسيطة تتلخص في لبس الكمامة في جميع الأوقات خارج المنزل وفي محيط الأسرة الواحدة واتباع معايير التباعد الاجتماعي والاهتمام بالنظافة واستخدام المعاقم باستمرار وتجنب البقاء مع أي شخص يعاني من عراض الفيروس وتجنب التجمعات العائلية التي تأتي في المرتبة الأولى بحسب وزارة الصحة كأبرز أماكن مخالطة حيث أن قلة الحذر والالتزام خلال هذه التجمعات تتسبب في رفع أعداد الحالة القائمة بفيروس كورونا حيث شددت وزارة الصحة على أننا رأينا في الآوينة الأخيرة الارتفاع الملحوظ في أعداد المخالطين التابعين لعائلة واحدة رقم اختلاف مناطق سكنهم إلى جانب نقلهم لعدوى فيروس كورونا لمناطق أخرى وعوائل خارج محيط الأسرة الواحدة وكل هذا يأتي نتيجة التجمع غير المسؤول والتراخي لدى البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس للالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والوقائية بمختلف الأماكن وخصوصا المغلقة منها أهمية ودور كبير يحفظ أرواح وسلامة مرتدي هذه الأماكن ويحميهم من مخاطر انتقال العدوى بالفيروس بحسب ما صرح به الفريق الوطني الطبي للتصدي للفيروس الذي وبالتعاون مع الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا مستمر في جهوده بتنفيذ كفة الخطط الاحترازية والبروتوكولات الكفيلة للتصدي للجائحة في جميع مراحلها الأمر الذي سهل لجميع المواطنين والمقيمين الحصول على الإرشادات والتوعية للتعامل مع الفيروس وذلك بجميع اللغات فالواجب يحتم على الجميع المساهمة بتطبيقها من خلال مشاركته الوعية والمسؤولة حفاظا على نجاحات مملكة البحرين في مكافحة هذه الجائحة العالمية